ومع تفعيل مملكة البحرين اعتبارا من يوم الغد إجراءات المستوى البرتقالي خلال عطة ذكرى عشراء يستمر التعويل على المعي المجتمعي في الحفاظ على ما تحقق من إنجازات ونجاحات طيلة مراحل التصدي للفيروس يمثل الالتزام بالإجراءات الاحترازية عاملا مهما في خفض نسب الانتشار والحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19 لسيما أن الفريق الوطني الطبي سعى دائما لاتباع أفضل الآليات التي تحققت نتائجها على أرض الواقع وتمثل آلية الإشارة الضوئية لقياس انتشار فيروس كورونا بما تحتويه من إجراءات لكل مستوى عاملا مهما في الحفاظ على الإنجازات المتحققة فكل ألوان الإشارات الضوئية بإجراءاتها لن تتحقق ما لم يكن هناك التزام مسؤول من الجميع فنجح آلية الإشارة الضوئية التي أعلن عنها الفريق الوطني مرهون بالوعي المجتمعي بالإضافة إلى كافة الإجراءات التي تم اتخاذها مسبقا والتي أكد فيها الفريق الوطني أن الوعي والالتزام المجتمعي بالقارات هو الفيصل في مواجهة الجائحة وبانتقال مملكة البحرين إلى المستوى البرتقالي خلال عطلة ذكرى عاشوراء تفعل إجراءات هذا المستوى وفقا لما يغتضيه الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وبناء على ما تم الإعلان عنه مسبقا بشأن عدم خطوع بعض المناسبات لمعطيات آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا فالفريق الوطني الطبي يواصل بذل جهوده الدعوبة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع فيما تقع المسئولية الأكبر على المواطنين والمقيمين للحفاظ على الإنجازات المتحققة لتجنيب المملكة عودة غير محمودة لارتفاع عدد الحالات